أعقد مجلس أمانة العاصمة اجتماعه الأول للاتفاق على آلية العمل وتوزيع اللجان بالإضافة إلى المهام المنوطة بكل عضو لخدمة محافظة العاصمة بشكل متكامل كما رتأى الآضاء أهمية استحداث لجنة جديدة تحت مسمى الصحة والبيئة بالإضافة إلى اللجان الأربع السابقة اتفق أعضاء مجلس أمانة العاصمة على أن وطيرة عمل المجلس يجب أن تسير وفق آلية اللجان الخمسة بشكل متوازن بعيدا عن المناطقية لتكون خدمة أهالي المحافظة أسرع وأسهل ناقشنا مقترحات تشكيل اللجان وأيضا كيفية العلاقة الأمانة مع المواطنين وتوصيل آراهم ومقترحاتهم من خلال النقاش المستفيد والإيجابيات وسلبيات المقترحات تم الاتفاق على أن يكون اللجان الموجودة هي التابع الأمور المواطنين من خلال تقديم الطلب عن طريق الأمانة ويكون هناك أيضا آليات لتثبيت الطلب ومتابعته ويرفع إلى الجهة المعنية أو اللجنة المعنية لتنفيذها ومتابعته إلى الجهات المطلوبة تنفيذها إن آلية عمل اللجان ستركز على احتياجات المحافظة والعمل على إيجاد المزيد من القوانين والتشريعات التي من شأنها تلبية طموحات أهالي المنطقة وترتقي بها استحدثنا لجنة يديدة التي هي لجنة الصحة والبيئة ويكون توزيع الأعضاء على حسب اللجان وليس على حسب الدوائر الانتخابية لأننا أعضاء مكلفين وليس منتخبين وعشان نستفيد من كل تخصصاتنا تعرفين الطبيب، المهندس، الصحة والسلامة فهذه نستخدم كل تخصصاتنا المتنوعة في كل محافظات أو كل دوائر العاصمة أول بداية نستخدم سياسة الأبواب المفتوحة أثنين عدنا مؤسسات المجتمع المدني الموجودين في المحافظة ما أكثرهم، يكون التفاصيل معهم من خلالهم معرفة احتياجات المناطق أيضا هناك لجانة أهلية تشتغل في عدة المناطق الموجودة سواء كانت السابقة في الوسطى أو الآن الحالية عن طريق هذه الثلاث الجهات، التي هي سياسة الأبواب المفتوحة المؤسسات المجتمع المدني واللجان تكون طريقة التواصل معها، وهو احتياجات المواطنين كما اتفق غالبية الأعضاء على أهمية وجود لجنة للعلاقات العامة لتتولى تنصيق أعمال المجلس وأعضائه وعلاقاتهم بكافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني ترجمة نانسي قنقر